اشتركوا في القناة طرق تجميع الفلوس في لعبة طبعا طرق التجميع في اللعبة جدا جدا كثيرة بعضها جدا جدا سلبية وبعضها ايجابية وبعضها تنقص الشرف وبعضها ما تنقص الشرف فعندنا مجموعة من الطرق المختلفة ففي هذا المقطع راح نقول لكم على افضل الطرق اللي ممكن تجمعون بها فلوس فيلا نخش في المقطع اول شي راح يكون صيد الحيوانات وصيد الاسماك بشكل عام الصيد يعتبر واحد من اهم الطرق في تجميع الفلوس لكن انك تعتمد عليها بشكل كامل ابدا ما راح يفيدك ولا راح يفيدك بنسبة حتى واحد في المية ليش بكل بساطة انك لما تصيد حيوان بثلاثة نجوم لما تتبيعه عند البايع راح يشتري منك من اربعة دولار الى عشرة دولار فقط هذه اذا جبت له يعني واحد نادر جلد حيوان نادر وبثلاثة نجوم فما بالك اذا كانت اقل نجمتين نجمة واحدة فتقريبا ما راح اذا كانت نجمتين ونجمة واحدة ما راح تجيب لك اي ارباح فقط ممكن انك يعني تحصل لك ارباح اذا كان ثلاثة نجوم وكلنا نعرف انه ثلاثة نجوم نوعا ما يعني صعب تحصله فانت راح تبذل مجهود وتتعب وتدور على الثلاثة نجوم بعدها راح يشتريها منك بعشرة دولار فهذه يعني ما راح تفيدك بشكل كامل او انك ما تقدر تعتمد عليها بشكل كمصدر رئيسي يعني او بشكل كامل انه الصيد يجيب لك فلوس لكن اذا كنت شخص يعني تحب الصيد فانه صيد الحيوانات واخذ جلودها واحد من اهم الاشياء في اللعبة لانه من الجلود تقدر تصمم اللي هو شنط رهيبة تقدر تصمم الشنطة بـ 99 تطور حزامك تصنع لك ملابس اسطورية تطور المخيم فيعني تلخيص الهرجة كلها صيد الحيوانات والاسماك ما يعتبر الدخل جيد ودخل اساسي لك في تجميع الفلوس لكن الصيد واخذ جلود الحيوانات يعتبر واحد من اهم الاشياء في تطوير نفسك واخذ شنط اكبر والتطوير الطريقة الثانية رح تكون سرقة الاحصنة والسرقات العامة سرقة الاحصنة ابدا ابدا ما هي طريقة مناسبة لتجميع الفلوس بشكل مستمر لانك رح تخسر شرف وايضا المبلغ اللي رح تاخذ رح يكون جدا جدا قليل يعني لو قيمة الحصان 45 دولار البايع رح يشتري منك تقريبا بخمسة دولار نقول زي كذا يعني رح يبخصك مرة في السعر وراح يعطيك السعر جدا جدا قليل لانه في الاول في الاخير الحصان مسروق بالنسبة لي السرقات العامة وسرقات المحلات يعتبر خيار جدا جدا جيد وجدا رهيب لكن في له نسبة من الخطورة وايضا في له تعامل مع الشرطة وايضا في له نسبة من النجاح والفشل على سبيل المثال انا اول مرة تهمت المحل قدرت اطلع بطريقة ناجحة وبدون اي باونتي وبدون اي قروشة من الشرطة وتقريبا طلعت 25 دولار الصافي ارباح بدون اي شيء كذلك ايضا كذلك ايضا جدا مات هيا ايضا هذا اوش المرة الثانية لما جيت اداهم المحل والله يا الامور يعني خرجت عن السيطرة وراع المحل طلع سلاح وطريت ان يستخدم الرصاص وعرف الشرطة والله في سارق في المدينة جيت بسرق الخزنة قدرت سرقها تقريبا طلعت بخمسة وعشرين دولار فقط اول ما وانا قاعد اشيل الشنط الفلوس يعني حصلت لي على طول الشرطة رسبنوا جنبي وحضروا عندي ومستنيني برا من الباب يعني فطريت اني اقعد في المحل خشوا الشرطة داهموني عرفوا اني انا ارثر مورغين حطوا على راسي تقريبا خمسة واربعين دولار وانا ما شلت الا خمسة وعشرين دولار فقط يعني تقريبا يعني دبل دبل الفلوس التي تتركتها حطوا على راسي باونتي فيعني زي ما قلت لك السرقة الاحصنة ابدا لا تعتمد عليها وسرقة المحلات تعتبر خيار جدا جدا جيد اذا كنت سارق محترف وتعرف تطلع من المحل بدون اي باونتي وبدون اي شرطة بالنسبة لي افضل طريقة لتجميع الفلوس راح يكون سرقة العربيات وبيعها للفنس او حق الذهب بمبلغ جدا جدا اسطوري ومبلغ جيد جدا طبعا العربيات حصلها تمشي في الطرق بشكل كبير جدا ومنتشرة بكثرة فلما تسرق احد العربيات وتوديها للفنس او شيمس حق الذهب راح يشتريها منك بمبالغ جدا جدا رهيبة والمبالغ تتراوح ما بين الخمسة وعشرين دولار الى الاربعين دولار وكيف يعني مرة تكون اربعين مرة خمسة وعشرين بكل بساطة تعتمد هذه المبالغ على ايش موجود الداخل العربية فاذا والله الموجود الداخل العربية شي كبير وشي قيم شيمس راح يشتريها منك باربعين دولار لكن اذا كانت ابو كلب راح يعطيك خمسة وعشرين دولار خمسة وعشرين دولار او اربعين دولار في الاول والاخير انت كسبان بنسبة مية في المية يعني ما راح تاخذ خمسة دقائق يعني السريق يعني ما راح تاخذ خمس دقائق الا انت موديلوا اياها وما اخذ ارباحك اربعين دولار خمسة دقائق اربعين دولار خمسة دقائق اربعين دولار خمسة دقائق خمسة وعشرين دولار يعني كسبان كسبان ممكن السلبية الوحيدة في هذا الموضوع او هذه الطريقة انه راح يقل معاك الشرف لكن ترى راح يقل يعني ما هو كثير مقارنة بالسعر اللي راح يجيك يعني 40 دولار ويقل مثلا الشرف شوية ترى عادي جدا إذا كنت شخص والله مرة مهتم بالشرف وما تبقى يقل معاك ترى تقدر تحصل عربيات عند الأعداء وعند العصابات فإذا حصلت والله عربية عند الأعداء أقتلهم خذ العربية ووديها للفنس أو شيمس وغالبا راح يشتريها منك ب40 دولار لأنه كلنا نعرف دائما دائما عربيات العصابات راح تكون ملغمة بالأشياء القيمة بالنسبة للطريقة الرابعة إنك تكون باونتي هنتر وتمسك الأعداء والمطلوبين وتوديهم للعدالة وهذا راح يعطيك مبالغ جيدة وأرباح جدا جيدة وأيضا راح يزيد معاك الشرف يعني أنت راح تضرب عصفورين بحجرة راح تحقيق لك أرباح وأيضا راح يزيد معاك الشرف لكن مشكلتها وسلبيتها الوحيدة إنه ما تطلع بكثرة يعني بين فترة وفترة تحصل لك باونتي في المدينة المعينة يعني ما راح تكون مستمرة معاك وكل شوية يجي باونتي وكل شوية يجيك حرام بمطلوب للعدالة عرفتك كيف؟ يعني هرجتها إنها ما هي مستمرة وتطلع لك بين فترة وفترة وهذا يخلينا يعني ما نقدر نعتمد عليها بشكل كامل ونخليها يعني طريقة جانبية لتحقيق الأرباح يعني ما تقدر تعتمد عليها بنسبة 100% لكن تعتبر أحد الطرق لتجميع الفلوس موسيقى الطريقة الخامسة ستكون سرقة القطارات لا تفكر ابدا انك تسرق قطار الا اذا كانت عندك خطة جهنمية والخطة الجهنمية في القناة كثير شيك عليها وبعدها اسرق القطار وتمتع بالارباح ليش قلتلك انا انه لازم يكون عندك خطة جهنمية لانه سرقة القطار راح تكون فيها ارباح جدا جدا كبيرة لكن احتمالية انه يحطون على راسك باونتي جدا جدا عالية ويعني الباونتي ما راح يكون خمسين دولار اربعين دولار راح يكون مية وانت طالع مية دولار وانت طالع فهذه يعني جدا جدا حاجة سلبية لكن راح تنقلك ان شاء الله مطع في خانة الوصف يخليك تسرق القطار بشكل كامل وبدون اي باونتي وبدون اي شرطة طريقة جهنمية وخطة جهنمية لازم تسويها اذا كنت بتسرق القطار وتحقق ارباح طبعا اقل شي ممكن تطلع من القطار راح يكون 300 دولار هذا اقل شي 300 دولار وانت طالع هذه الارباح اللي راح تطلعها من سرقتك للقطار بالنسبة للطريقة السادسة راح تكون طور القصة طرح طور القصة يعطيك مبالغ جيدة وتقدر تمشي بها امورك رتكيف فالقصة راح تعطيك مبالغ جيدة وتقدر تزبط وضعك بها لكن بعض الاشخاص يعني ما يحبون يختمون او انه ما هم مستعدين على التختيم فالطرق اللي ذكرت لك اياها سابقة هي احدى الطرق المناسبة لك اذا ما كنت تبغى تختم القصة بالنسبة للطريقة السابعة راح تكون القطع الذهبية او السبايك الذهبية وحل الالغاز طبعا كلنا نعرف انه في مجموحة من الالغاز في عالم ردد رديمشين 2 وبحمد الله يعني تم تغطية جميع الالغاز الموجودة في العالم ونزلتها هنا في القناة فتقدر تشيك عليها وتعدي اللغز البسيط جدا ورح يعطيك تقريبا بعضها تعطيك اربع سبايك ثلاثة سبايك سبيقتين وكل سبيكة ذهبية تنباع بخمسمية دولار يعني تطلع لك باربع الاف دولار ثلاثة الاف دولار الف دولار الفين دولار أرباح جدا جدا رهيبة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة واذا كانت عندكم طرق لتجميع الفلوس اكتبونا اياها في خانة التعليقات حطوا لايك لايجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة مرتين يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة